السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول مسؤول عسكري في صنعاء يكشف تفاصيل استهداف الناقلة البريطانية مارلين الواندا وبريطانيا تقول السفينة ما زارت تحترق إلى الآن وإلى التفاصيل كشف مسؤول عسكري يمني في صنعاء أن السفينة البريطانية المستهدفة مساء الجمعة في خليج عدن استهدفت بأكثر من ساروخ باليستي مضاط للسفون وقال عميد عبطالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية بحكومة صنعاء إن استهداف السفينة البريطانية النفطية تم بعد أن رفضت الاستجابة لكافة الرسائل النارية التحذيرية وأضاف أن القوات اليمنية عندما استهدفت الناقلة البريطانية مارليل واندا حرصت على عدم مربوع إصابات في صفوف ضاقم ناقلة وقال إن الصاروخ الأول الذي ضرب السفينة استهدف مؤخرة السفينة في إشارة إلى أن السفينة استهدفت بأكثر من صاروخ باليستي مضاط للصفن وليس بصاروخ واحد كما زعب البلداد في هذا السياق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قبل قليل في ساعات الفجر الأولى لليوم السبت أن الناقلة البريطانية أن الناقلة النفطية البريطانية مستهدفة من قبل اليمن في خليج عدن لا تزال تحترق حتى هذه اللحظة إلى ذلك قالت الشركة المالكة للناقلة البريطانية إن صاروخاً من اليمن أصاب أحد صهاويجي الناقلة وأدى إلى اشتعال نيران في الصهريج كما قال مراسل قناة الجزيرة القطرية سمير النمري في مشهور على حسابه بموقع إكس إن آخر موقع سجلته السفينة النفطية البريطانية العملاقة مارلين لواندا بعد استهدافها بصواريخ بارستية من قبل أنزار الله الحوتيين كان في عمق خليج عدن وأمام سواحل مدينة عدن وأضاف مراسل الجزيرة التدورات تأخذ منحاً تصعيدياً غير مسبوك ووصول أنصار الله لتلك الأهداف المتحركة والبعيدة نسبياً عن مناطق سيدرتهم بصواريخ بارستية هو أمر مفاجئ لكل المراقبين انتهى الخبر وأشكركم على حسن تابع الإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خارج سيئاتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لكم